بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم مرة تانية مع صخرة الاساس اللغة الجميلة الرائعة لتصميمات الويب المحترفة ولازلنا بنشرح في الكتاب بفضل الله ومش هوصيكو يا جماعة على المذاكرة ذاكرو كويس وكتب الكود كل مرة بقولك اهو بفكرك تكتب لازم تكتب وانت بتذاكر لازم تكتب لان الكتاب هتفرق معاك وزي ما قلتلك تكتب ايه تكتب على النوت بادل عادي خالص لو مش بيساعدك ده ليه ليه يا عم انت عايز تصعب علينا لا اصدقني مش عايز اصعب عليك ولا حاجة صدقني انت لما هتكتب على حاجة مش بتساعدك هتحترف وهتاخد خبرة كبيرة جدا جدا بفضل الله المهم تعالوا نكمل مع بعض اخر حاجة شرحناها كانت الهوامش ووقفنا عند الحشو الهوامش اللي هي مارجن والحشو اللي هو بادنج البادنج عكس المارجن يعني ايه يعني انت عندك لما قلنا مثلا ان انت عندك الصفحة وعندك عليها شوية عناصر صح مش ده اللي قلناه انت عندك صفحة الويب وصفحة الويب ديك فيها عنصر كده وعنصر كده وعنصر كده كلام ده صح وقلنا الهوامش ان هي ايه الهوامش اللي هي اللي ما بين العناصر صح ده اللي احنا قلناه اللي هو الحتة دي مثلا كده صح الحتة دي كده ده الهوامش مارجن الحشو بقى يا ريس هو العنصر نفسه يعني خد بالك الحشو غير الطول والعرض يعني مثلا انت نسمت عنصر كده قلت لك عراضه هتخلي كبير كده الحشو بقى الحشو ان انت تحط حشو جوه العنصر يعني العنصر كده مثلا الحشو بتاعه اللي هو ايه انت مثلا في كتابة هنا مثلا في العنصر زرار او تيكستو الحشو بقى اللي هو ما بين محتوى العنصر وما بين حواف العنصر بقولك ايه تعال نقرأ كده ونشوف ضبط الحشو في الوب من المواضيع الهم جدا طبعا اكيد جدا 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 كمان والحشو هو حشو داخلي لكل عنصر اي فراغات من الداخل من داخل ايه العناصر حيث يوجد لكل عنصر حشو علوي ويميني وسفلي ويسر اللي هو نفس القصة بس حشو بادنج والخواص الخاصة بهم هي نفس القصة بادنج طوب بادنج رايت بادنج داش يعني طوب بادنج داش رايت بادنج داش بوتوم بادنج داش لفت هو دي ايه الاربعة بوتوم رايت طوب لفت خلاص حلو قوي بقولك ويمكن استخدام خاصية البادنج وحدها لتشمل نفس القصة نفس قصة اللي اتعلمناه في المارجن اللي منكم ذكر المارجن كويس هي هي نفس القصة تمام ولكن دي بادنج جوه العنصر بقى يعني فراغات بس من جوه العنصر تمام حلو قوي تقدر تضيها بيكسل تقدر تضيها نسبة مقوية زي ما اتكلمنا في الوحدات قبل كتو وراح اعمل لك كوت بص بقى كوت ده حلو قوي يبدأ يفاهمك القصة بص يا رئيس الكوت ده كوت بسيط جدا حاطت لك زرار خلاص وزرار تاني الزرار ده مجاش ناحيته اللي هو بطن 1 مجاش ناحيته جي بقى في البطن تواعمة ليه ادهي بادنج اعلى عشرين خد بالك ما غيرش في الويتس ولا الهايت ده بادنج ركز في ده الله يبارك لك تعالى بقى ايه اعمل سيف وتعالى شغل الصفحة تستل احنا منجرب عليها وبص معايا تأمل بص شايف زرار كبير وزرار صغير الزرار اللي واخد بادنج كبر كبر ليه لان في حشو سيادتك مبين كلمة بطن 2 وما بين الحواف العليا واليمنى والسفلة واليسرة ايه رايك بقى هو ده الحشو فين العنصر اهو العنصر يا عمي بص ركز معايا ها ده العنصر خلاص تعالى بقى بص على الحشو الحشو يا باشا هو الجزئيات دي كده بص اللي انا ماشي عليه باشا اغبط عليه ده هو ده الحشو شايف ده حشو كل ده كده ايه حشو شايف كل اللي هو بين المحتوى وبين الحواف الخاص بالعنصر نفسه بص هو ده الحشو عكس المرجم برا الحشو جوه المرجم برا الحشو جوه اوكي الهوامش برا البادنج جوه الحشو جوه والهوامش برا المرجم برا والبادنج جوه بص عيش حياتك لازم تفهم القصة دي كويس جدا 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 خلاص لازم تفهمها كويس قوي 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 خد بالك حلو وراك اهو هنا اللي انا وراته لك ولي تجربة جميع اتجاهات الحشو لابد ان تركز في المثال التالي جايدا حيث يتم فيه انشاء زر بدون حشو ثم انشاء ازرار بعده تختلف في الحشو وكتابة الحشو المستخدم بجوار الازرار للتوضيح حلو كده اهو يعني هو اعمل لك ايه الزرار وكتب لك جنبي رايت اعمل لك اتشقار عشان يعزل تعالى نشوف المثال الجميل ده اللي انت هتكتبه ها اكتب ايو اكتب صدقني والله لو كتبت بفضل لا تفرق معاك يعني انت لما تيجي تكتب مثلا بيو وتروح دايس عملهولك غير لما تيجي تعمل انت كده دي بتديك خبرة صدقني المهم اعمل لي سيف وتعال اعمل رفشي وشوف معايا بص اول واحد ده نورمان لو ما عملش في حاجة خالص زي ما هو عمل لك التوبة بص الحشو من فوق اعمل ازاي زود الحشو من فوق وسب الباقي ما جاش نحيته اللي هو ايه زبط خاصية البادينج طوبة على 30 بص هنا اليمين الحشو من جهة اليمين ليه زبط خاصية البادينج رايت للزرار ده على مين بطن 3 على مين على 30 بص البطن من تحت زبط خاصية البطنج وبطن على 30 بيكسل بص اللفت جي من ناحية الشمال زبط البطنج داش لفت على كام على 30 هو ده الحشو الموضوع سهل بس مهم جدا يعني ما تهملوش وراك اهو هنا خلاص وبيقولك لاحظ ان البطن واحد طبيعي ومعلوش اي اثر للحشو بعد كده حطلك علوي بعد كده حطلك يميني بعد كده حطلك سوفلي بعد كده حطلك ايه يساري وبيقولك ها خلاص خلصنا من الحشو ندخل على الاتجاه دايريكشن اتجاه واضح الكلام اتجاهك من اين اتجاهك فين اتجاهك في تصميم صفحتك لفت تو ريت ولا ريت تو لفت يعني انت وانت شغال في الصفحة بتاعتك شغال من الشمال لليمين حيث انك تتعامل مثلا باللغة الانجليزية ولا سغال مثلا من اليمين للشمال حيث انك مثلا تتعامل باللغة العربية او ما يحتاج ذلك اتجاهات واضحة او بيقولك ايه يمكنك تحديد اتجاهات العناصر فاما انت كون من الشمال لليمين واما انت كون من اليمين للشمال وسوف اروضح بفضل الله فيما يلي وبيقولك اكتب الكود ده او بس كون بكتابة الكود مش كون بنسخ الكود خد بالك يعني اكتب اه يعني حتى في الكتاب اهو بيوضح لك انك ده ده الكود اهو بص عمل ايه عمل هنا اتش ون كتب فيها بالعربي مع الانجليزي يخد بالك عشان يوضح لك ما هنا لو كتبت لك بالعربي بس مش هتاخد بالك اوي لو كتبت لك بالانجليزي بس مش هتاخد بالك اوي فبيجيب لك من الاخر هقول لك على هاجة كده كده اصلا الطبيعي بص LTR دي اللي هي و RTL دي اللي هي خلاص حلو اوي كده كده دي الطبيعي دي الطبيعي في الكمبيوتر عموما فانا هشيل معلش RTL هشيلها 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 ها في الفقرة اللي فيها انجليزي معاه عربي خد بالك يعني حتى هنا مش واضحة هنا مش واضحة اعمل وتعالى اعمل هنا كتب لك ماشي ماشي دي معروفة تعالى بقى تحت مكتوب ايه هتقرأها منين لفين الاول يعني ما مسلا لو انت هتقرأها من الشمال فيه فيه بكم اهلا سي اس اس صح كده طب ماشي اقرأها من اليمين كده سي اس اس اهلا بكم فيه صح؟ حلو مش مظبوطة تعالى بقى يا رايز يثبت خصية تقرأها من اليمين لعنصر اللي العنصر المكتوب كعربي مع الانجليزي ده دي ريكشن خليه ايه ارتي ال يعني من راية لفت راية تو ايه تو لفت سيف تعالى بقى هنا عمل لي ريفرش اه شفت بقى يا معلم زبطت مع انها انجليزي معها عربي بس زبطت شفت بقى اهلا بكم فيه سي اس اس بفضل الله زبطت خلاص زبطت دهو دي ريكشن اهو وراك هنا بجربلك على طول وقولك لاحظ ان لو اسم ايتش وان الاول اتزبط على ليفت تو ريت يعني من الشمال لي مين وايه اصلا الافتراضية معلوفة هي الافتراضية يعني هي الطبيعية اللي هي بتبقى الوحدة موجودة اصلا من غير انت ما تعملها يعني هو انا بجي في كل العناصر انا بستخدمها بعض اقول له اه دي ريكشن ال تي ار لا هو الوحدة افتراضية انا بقولك واحظ ان لو اسم ايتش واحد التاني ده في قيمة عربي وانجليزي فعشان كده زبطنا على ارتي ال اللي وانا وضحت لك الكلام ده بفضل اللي شايف الموضوع بسيطة جي بعد كده خد بالك الاتجاه جوا اتجاه العناصر خلاص وجوا دبط اليوني كود عشان بس تبقى اخد بالك من الكتاب احنا ماشيين بفضل الله مع الكتاب تمام فالكتاب ما شاء الله فيه شغل كويس يعني فعايزين نستفد منه اهو الاتجاه جوا منه اتجاه العناصر خلاص وجوا منه برضك دبط اليوني كود اوكي بيقولك تعمل الخاصية يوني كود بيدي او بي اي دي اي جنبا الى جنب تعمل معاها يعني مع الخاصية ايه دايريكشن لتحديد كيفية التعامل مع النص زاء اتجاهين في المستند فعلى سبيل المثال اذا كان هناك فقرة من المحتوى تحتوي على نص من الشمال اليمين وايضا وفي نفس الوقت فيه نص بيحتوي من اليمين للشمال في نفس الايه في نفس الوقت فانه يجب استخدام خوارزمية في اليوني كود معقدة لتحديد كيفية من عرض النص ولكن تتجاوز الخاصية يوني كود بي اي دي اي تمام هذه الخوارزمية وتسمح لك بالتحكم اكثر في تضمين النص بتخليك تتحكم اكتر في الموضوع ده والافتراضي لهذه الخاصية هي القيمة النورمال يعني الطبيعي ويمكن استخدام القيمة امبد اذا كان العنصر من النوع ايه انلاين تستخدم القيمة ايه امبد لو العنصر ما له انلاين وتفتح هذه القيمة مستوى اضافي للتضمين فيما يتعلق بالخوارزمية سنائية الاتجاه سنائية الاتجاه ها ويتم اعطاء اتجاه مستوى التضمين هذا بواسطة خاصية الاتجاه دايريكشن تمام ويمكن ايضا استخدام القيمة بي اي دي اي اوفر رايد يعني يكتب للعناصر الايه الانلاين يؤدي هذا الى تخطي لم ازور عليه يؤدي هذا الى تخطي لما هو موجود بالنسبة لعناصر حاوية فيها يعني تحتوي على الحفظ حاوية الحفظ ويؤدي ايضا الى التأثير على عناصر بداخل عناصر لمستوى الانلاين وليس البلوك وهذا يعني انه داخل العنصر خلاص وتكون اعادة الترتيب متسلسلة بدقة وفقا لخصية الديريكشن ويتم تجاهول الجزء الضمني من الخوارزمية سنائية الاتجاه ويمكن استخدام القيمة ايزوليت وتشير هذه القيمة الى انه يجب حساب اتجاهية عنصر العنصر دون مراعاة محتوى هذا ايه عناصر دخل في بعض خد بالك وبالتالي يتم عزل العنصر عن اشقاءه الذين معه في نفس المستوى وعند تطبيق خوارزمية الدقة صنائية الاتجاه فان عنصر الحويخ الخاص به يعاملها كحرف واحد او عدة احرف استبدال كائن ال يو بلس اف 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 سي مثل صورة تمام كما انه يمكن استخدام القيمة ايزوليت اوفررايد وتطبق هذه القيمة سلوك العزل للكلمة الرئيسية المعزولة عن المحتوى المحيط به وسلوك تجاوز الكلمة الرئيسية التي تتخطى ال بي اي دي اي الى المحتوى الداخلي ويمكن استخدام القيمة بلين تكس توضيح النص بقى التي تجعل عناصر الاتجاهية محسوبة دون اعتبار حالتها الاصلية صنائية الاتجاه او قيمة خاصية الاتجاه ويتم حسابة الاتجاهية باستخدام وبصري لخوارزمية اليوني كود صنائية الاتجاه وتسمح هذه القيمة بعرض البيانات المنصقة بالفعل باستخدام اداة تطبع خوارزمية اليوني كود صنائية الاتجاه هتجي تقول الكلام ده مش مهم لا هو الكلام ده مهم الكلام ده مهم علشان يفاهمك اتجاهات النص انت هنا بتتعامل مع نص غير عادي خلاص انت هنا بتعمل مع نص غير عادي فلازم يعرفك لازم يعرفك ان الموضوع فيه تعب وفيه خورزمية وهو يخليك يعني هو الكلام ده كله بيعرفك قيمة الحاجة اللي معاك عشان ما تستهونش بيها ما تجيش تقول الله طب هو لازمتها ايه لا ما تستهونش بيها عرفت حلو قوي فهنيجي بقى على المثال هنيجي على المثال تعالى بقى خد المثال ده كده اكتبه واحفظ تمام تعالى اعمل ايه بص بقى نمسك بقى حتة حتة عشان نفهم الكلام اللي مجعلص اللي احنا قلناه انا عارف وانا عمالك راو اكيد انت عمالين تقوله يا عم خلص يا عم مشرح يا عم فهمنا ماشي ما انا قلت لك اصبر عليها وانا بقرأ صح انا عارف انت ما بتحبوش الكلام ده بس خد بالك النظري لما انت بتطبق العملي بيتفهم لان اصلا النظري هو عملي تمام كنت اتكلمت في الموضوع ده بتاع النظري والعمل ايه في ايفنت من الايفنتس اللي عملناها في كفر الشيخ موجود عندكم موجود افتحوا القناة تلاقوها عالقناة امام تعالوا بقى ايه واحدة واحدة بص وبعد تشغيل الصفحة تظهر كما بالشكل التالي زي ما ظهرت لنا اه زي ما ظهرت لنا طب ماشي والان حاول ان تقرأ الحروف الانجليزية الانجليزية ها من اليمين زي الحروف العربية بص اتش اي ال ال ا اهو من اليمين ها ها اخذ بالك بص خد بالك التعقيد هنا عشان ما تيجي تكرأ الفقرة تاني وتتماعن فيها تبدأ تطبق اللي انت قرأته على اللي انا عملته هنا موضوع فعلا معقد اهو بص انت اوخد بالك عمل ايه ده خلى لك اللي انجليزي عربي يعني مش عربي خلى لك اللي انجليزي بيتقرق زي العربي يعني خلى لك اللي انجليزي بيتقرق من اليمين للشمال معينه انجليزي انت واخد بلك من القصة وهو انا كاتب هنا ايه عمي انا كاتب هلو على فكرة على فكرة على فكرة انا كاتب هلو انا هنا كاتب هلو كاتب هنا هلو خدت بالك معروضة هنا ازاي؟ حلو خلاص بيقول لك ايه ايه? الحروف الانجليزية من اليمين زي الحروف العربية مع العلم انه اذا تم تغيير الاتجاه سوف ايه يثبت الحروف الانجليزية ويقلب العربية عايز تجرب عايز تجرب عايز يقلب العربي وثبت الانجليزي تعال امعلم بص يا رايز اخد بالك بقى يعملك العكس يعملك ايه العكس اخد بالك ماشي حلو قوي تمام اه اه دي ايه سيف تعال اعمل بص اقرأ كده ولكم مزبوطة اقرأ بقى باك بص انا كتب هنا ايه كتب باك اراه هنا بقى كده من الشمال باك ايه رايك ولكم باك اجيه عرفت التعقيد فين ان انت شغلت باتجاهين مش زي الديريكشن العادي اللي كنت عملنا مع ابن سولا وعدين عليه وخلاص لأ انت خدت بالك من القصة خدت بالك يعني انت هنا انت لما بتقول له يعني من الاخر كده يعرف اللي درس منكم برمجة اللي هو ايه يعني عارف انت لما يكون معاك استوانة او فلاشة وتكتب على المكتوب يعني بتلغي اللي موجود وتحط حاجة جديدة هي زي كده فرح هو لقت هنا اللي اتجاه ايه عربي فرح مشغل لك كل لان انا هنا بتطبق الديريكشن وبقولك تعمل جنبا الى جنب مع مين مع الديريكشن اهي فانت لما غيرت انا ما غيرتش في دي انا غيرت في الديريكشن يعني من خلتها غيرت خالص مع ان القيمة هنا تمام بيدي هنا وهنا بيدي هنا في الرأي خدت بالك من القصة فهو هنا بيدخلك في امور معقدة عشان لو احتجتلها تعرف تتصرف تمام فانت لو فهمت القصة بقى هتلاقي ايه اهو بص زي ما ايه زي ما شرحنا بقولك والان جرب قراءة الحروف العربية زي ما قرأتها معك اللي هي باك اللي هي من الشمال يعني خدت بالك فهنا ايه بيزبط معك تمام طيب هتيجي بقى تقولي معلش الشيء بالشيء يذكر انت هنا هو هو بتكلم معك في بعض يعني ايه عندك مسلا بيقولك ايه بقولك ممكن تستخدم اه الخاصية ديك للانلاين مش عارف ايه وهنا جاء لك لمستوى الانلاين وليس البلوك يعني ايه الكلام ده الكلام ده هتعرفه هنا احنا هنا في الونيكوز صح انت لما ان شاء الله نوصل الى بتبقى تعرفه ان شاء الله عرفت ال 부분이 ده بقى هيقولك بقى يعني ايه انلاين ويعني ايه لكل الاين samo لسه لما نجيله يعني لسه لما يجي وقت والله اعلم ان نشرحه امتا خلاص فهو هنا ايه القصص دي تمام وقال لك الافتراضي نورمل تمام القصص دي بقى انت بتستخدمها لما يكون عندك نص معقد ايوه ممكن يعني يكون استخدامك ليه هؤلاء بس ليه ما تقولهاش ليه حتى ما تبقاش عارفها تمام اوكي ندخل بقى على الاطارات الاطارات عالم تاني يا جماعة يعني انت عندك عنصر بتعمل عليه اطار وبتتحكم فيه زي ما انت معاوز بفضل الله بتتحكم فيه زي ما انت معاوز خلاص يعني بص اكتب الكود ده خلاص تمام هنا عامل ايه هو اتشي تو وكاتب فيها ولكم تو بوردرز وهنا منسق على الاتشي تو عمل مرجن بعشرة يعني سايب هوامش من كل الاتجاهات بعشرة وعمل حشو جوه لعنصر بعشرة من كل الاتجاهات تمام هنا بقى بص عامل ايه زبط خاصية اسمها بوردر داش ودس على تلاتة بيكسل وزبط خاصية اسمها بوردر داش ستايل على سولد وزبط خاصية اسمها بوردر داش كالر على بلو كلام ده هيعمل ايه كلام ده لو عملت سيف وجيت عملت هتلاقي عملك بوردر اطار شايف بص برواز يعني شايف عمل ازاي شايف عمل ازاي برواز خدت بالك من القصة هنا بقى الويتس اللي هو سومكو سومكو يعني انت لو زودت دي خليتها مسلا خمسة وعملت سيف هتلاقي سومك الوردر زاد وهنا سولد ده النوع سولد يعني صلب مسك نفسه لو عملته مسلا مسلا داش د يعني نقط وعملت سيف وقيت عملت رفريش يبقى نقط مشرت مشرت داش د مشرت دوتد دوتد ها يعني ايه منقط دوتد يعني ايه منقط لو عملت سيف وجيت عملت رفريش قطي نقط 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 بوردر بلو ده اللون عمله زي ما انت معاوز شايف الموضوع بفضل الله سهل ازاي مع البردر اوكي بس البردر فيه تفاصيل تاني خلاص وبيوريك هون بقول لك ايه لعمل اطار زبط كزا على كزا وزبط اللي انا قلت لك عليهم البوردر ويدز سمك البوردر سمك البوردر ونوع البوردر او نمطه ستايل بتاعه يعني نوعه والكلر بتاعه ولونه بقول لك لاحز الاطار تم منين من الحواف الاربعة بالكامل بسمك تلاتة وخط سولد ولون ازرق انتبه فانه يمكن اعطاء القيمة السلاسل البوردر مرة واحدة الله يعني اسهل على نفسي يعني بدل ما كتب بوردر ويدز وبردر سايل بص اعمل ايه اكتب بس بوردر اوكي قول له اكوال بتاعت السي اس اس يعني او بتخصص لها مفيش سري بكسل مسافة سولد مسافة خلاص خلاص يعني بتوفر عليك بس ليه المؤلف هنا عمل كده ولا اي حاج عشان يوضح لك الفكرة ويخليك فهم اكتر بفضل الله بص البوردر اتعمل اوه يعني هو لما عرفك دي اصلها ايه كده احصل لما تبقى عارف ايه وانت بتستخدم دي عشان توفر عليك شغل لكن الاصل بتاعها قوية باش ده الاصل بتاعها التلاتة دول التلاتة دول هم دول اللي انت بتحطوهم فتبقى فاهم بقى صح خلاص اقول لك وبعد التشغيل سيتم النفس اللي اتعمل هو هو يتعمل تاني مش اي مش كما يمكن التحكم ايضا في كل حفة خد بالك ها بشكل مستقل ليكون الاطار اكسر دقة يعني تعمل ده بنمط ولون وسمك معين وده بنمط ولون وسمك معين وده نفس القصر للاطارات الاربعة تتحكم فيهم انت متخيل بتدقق فيهم بفضل الله بطريقة جمدة جدا بيقول لك وزيلك كما يلي ان شاء الله وبيوريك بص تخيل بقى بص اكتب الكود ده واعمل سيف وتعال اعمل ريفرش بص شاف المنظر عامل ازاي بص عامل لك ايه بص بوردر من التوب عامل بوردر من التوب بس يا اخي ما زكي كده شوف بقى عشان تعرف التصميمات الحلوة بتتعمل ازاي شايف تلاقي حاجات كده بدت بقى واخدة كده خط من فوق جميل تعرفش اهو بوردر توب يا باشا بص هنا عامل بوردر من رايد بس سيف بصمكوا معين وبلون معين وهنا عامل بوردر من البوتون بس وهنا عامل بوردر من الليفت بس بما زاجت عايز تعملهم من الاربعة عاملهم مختلفين لعنصر واحد تعمل هو هنا زبط اهو بتعمل ايه بقى بص بتزود كلمة داش وايه والحفة طوب ولا بوتوم ولا رايد ولا لفت اهو بوردر داش بوتوم كذا خلاص انت خط بالك من القصة هنا بالتفصيل بقى بتفسص البوردر اهو وبيوريكو اللي احنا ورانو لك من شعب ورانو لك هنا كما انه وجود انواع اخرى من الاطارات مثل خط متقطع وخط منقط اللي هو الداشت والدوتد داشت ودوتد وراك اهو بفضل الله وخط مزدوج واخرى كما يلي ووراك بقى انواع جميلة جدا وجروف بقى وحاجات بقى حلوة عايز تشوفها عيني اكتب الكود ده اكتب صدقني اكتب عشان مدام بتذاكر اكتب ان شاء الله بقى تبقى تحترف وتخلي وكود والبراكتس والحاجات ده كلها تساعدك لما تشتغل في شركة وتبقى محترفة تمام انا بقولك اكتب في مستوى التعليم يعني اكتب على مستوى التعليم اعمل سيف بقى يا باشا وتعالى شوف انواع الاطارات الجميلة بص شايف شايف المنزر عامل ازاي بص شايف بص ده داشت اللي احنا لسه مريد وده دوتد منقط وده دابل يعني خط مزدوج وده بص انست من جوه او انست من برا شايف عامل ازاي ده تحس ان هو داخل لجوه وده تحس ان هو خارج لبرا وده تحس ان هو محفور شايف محفور ها وده تحس ان هو بارز واستخدم بقى اللي اعجابك يا رايس السي اس اس محرمتكش من حاجة تحس انك انت قاعد عالفوتوشوب تخيل اهو بيوريك هنا اهو بص الكتاب هنا المؤلف عرض لك الصورة اللي احنا لسه مجربين عليها بفضل الله ومن كل امثلة الاطارات السابقة لاحظ التنوع في الاطارات من حيث النوع الحجم اللون انتبه فانه يمكنك ايضا ان تنوع حواف الاطارات المختلفة للعنصر الواحد بفضل الله كما يلي اللي قلتلك علي من شاي اهو بص يعني هيخلي لك عنصر واحد هو هو واطاراته مخصمة واحد يعني مختلف عن بعض يعني بص بص هو هو عنصر واحد وتعالي نشوف ايه اللي هيحصله وبص زبطه واحد اخدر والجوه واحد مشرنط والوعادي واحد مرقت واحد ازرق واحد تخين واحد رفايع لنفس العنصر يعني شايف التحكم واصل لغاية تفين يعني لا يمكن كنت تعمل حاجة زي كده بHTML انت زمان ما كنا شغالين بHTML قبل السي اس اس ما تنتشر كنا شغالين بHTML كان يعني تقول الصورة بوردر مش عارف ايه تقول الجدوة بوردر بس خلاص اسود وخلاص على كده شكرا مش تعمل حاجة تهاني واخد بالك لكن ده دي السي اس اس بتخليك فنان شفت الفنان اللي بيرسم بقول لك وبعد تشغيل تظهر لك ايه زي ما انت ما شايف كده شايف عملت ازاي اهو بقول لك لاحز وجود تنوع مختلف في الحافة في الاطار ولونه حجمه ونوعه كل حاجة بقول لك لاحز ان الحشو بادنج للوصح يظهر بين الاطار اه وبين محتى يعني اخد بالك الحتة دي فنية شوية بص بقول لك ايه هنا لاحز ان الحشو اللي انت حطيته تمام ظاهر ما بين ايه ما بين الاطار وبين محتوى محتوى العنصر واطار العنصر الحشو بينهم بقى ها خدت بالك مهم جدا الموضوع ده يعني الحشو في الحتة دي في الحتة دي ايه ما بين الاطار وبين الايه الكونتنت المحتوى بقول لك انتبه في انه يوجد خط خارجي للعنصر مختلف عن الاطار الطبيعي واسمه اوتلاين ويمكن زيادته ايضا للعنصر عايز تجربه تعالى جربه اوتلاين ده اوتلاين ده غير غير البوردر يا جماعة نركز على الله يبرك لكم اوتلاين ماله اوتلاين بعد اذنك غير مين غير البوردر خالص عايز تشوفه اعرهولك اهو بص حاجة تاني حاجة اضافية اهو الاوتلاين اهو بره اتبالك هوا انا زابط هنا الاوتلاين على ايه زابطه على اخدر حلو كده عشان بس تبقى ايه تبقى فاهم وبعد التشغيلة هيصار لك كده وراك اهو بقول لك لاحز وجود خط خارجي اوتلاين بسمك سبعة بكسل ونوع صلب صلد ولون اخدر غامق دارك جرين بقول لك انتبه فان الاطار تستطيع تفصيل حوافه اما الخط الخارجي فلا ما تجيش تقول او انا هزبط الاوتلاين من فوق لا معاك البوردر خلاص بقول لك انتبه فان الاطار ازا كبر لو كبر لو كبر معاك الاطار لا يخرج عن الصفحة بس خد بالك الاوتلاين بيخرج ده بنلازينة ويطغى ايضا على كل المحتويات بدون اي رعاية ما بيهموش عايز تجرب جرب اهو جايب لك كود وبيوريك اهو بيوريك ايه اعمل يا عايز تشوف هيزود لك الاوتلاين اوي بص هيخليبك بسبعين بيكسل والبردر بسبعين بيكسل البردر عادي يتعامل معاك ويعالج وزيال فول لكن بص الاوتلاين ايه خبر ابي بص خرج من الصفحة خانص ما باش موجود قدانك بص خرج وتغى على عناصر وورك ان هو تغى على عناصر فتركز بس ووركها تمام وقول لك لاحز في المسال السابق انه تم زاد السمك بسبعين وخرج بقول لك والان سوف نبدأ مع تدوير الاطار يعني هو هنا ايه بيدور لك الاطار لدرجة انه ممكن يخليه دايرة انت متخيل الاطار هنا ممكن يعمل ايه يخليه دايرة يعني هو هنا وصل لغاية تدوير الاطار اسمه بوردر ريديس يا جماعة اسمه ايه بوردر ريديس بوردر داش ريديس بيثبتو على بيكسل معين كل ما تزودي البيكسل كل ما حواف الاطار تزيد معاك يعني بص هنا هو هنا ايه عمل بوردر ريديس واحد عشرة واحد عشرين واحد خمسة واربعين بص هنا ايه اللي حاصل بص هنا ايه اللي حاصل هو هنا عمل ايه proportion عشرة عشرين خمسة واربعين بص هنا عشرة عشرين بص زيت خمسة واربعين بص عمل ايه بقى دايرة في honestly ان الحواف تزيد 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 تدويرتها تدويرتها وخطى ما بقيت دايرة خد بالك وبيوريك impresion بيقول لك لاحز ان اول وسم لم يتم تدويره مجاش نحيته. تمام? بعد كده زود بقى عمل ايه? عمل زود. الحواف كلها. مش بس كده كمان بص شايف? بيجرب لك كمان كزا حاجة يعني بص تحاول شكل بيضاوي بالعرض وشكل بيضاوي بالطول. اهو. تمام بيفرق معاك طبعا الايه? الويتس والهايت في الموضوع ده? بتعاملوا شكل مربع فيتقلب دايرة ولا عملوا مستطيل فيتقبل شكل بيضاوي عرفت? اهو بيوريك اهو. بقى في شكل بيضاوي لان انت عاملوا مستطيل. التاني بتحول دايرة لان انت كنت عاملوا مربع. ودي حاجة هندسية معروفة يعني. خلاص? بقول لك انا لاحز ان طول اكبر من عرضه فعمل شكل بيضاوي رأسي وده عمل شكل بيضاوي افك الكلام ده ايه? واضح يعني اهو. لاحز لما بتزبطها بتتأثر كل الايه? كل الزوايا. بقول لك انت حتى الزوايا تقدر تتحكم فيها لوحدها. تخيل? الزوايا تقدر تتحكم فيها لوحدها. يعني بص هنا. عامل لك ايه? بوردر طب ليفت ريديوس. بص بقى. الاطار من فوق من الشمال التدويرة بتاعته. بص هنا. الاطار من فوق من اليمين التدويرة بتاعته. فتتحكم في تدويرة الاطار من حفة معينة شمال فوق. يمين فوق. شمال تحت. يمين. انت متخيل. بص. الاطار من تحت من الشمال. الاطار من تحت من اليمين. متخيل. فبص عمال لك شكلين عكس بعض فيظهروا بالشكل ده. شايف? يعني انا هنا لعبت ايه? في طب. بص هنا. اهو. واحدة. بوردر بوتوم ليفت واحدة بوردر طب ليفت. يعني حط الاتجاه قبل الايه? اهو. طب بص طب ليفت. طب رايت. اما التانية بوتوم ليفت بوتوم رايت. يعني بتيع وجي الحتة اللي انت عايز اعمل اخر. ايه رايت با? وبيوريك اهو. اللي انا قلته لك. هو الكلمة اندول. بقولك لاحظ ان دي عملت كذا وده عملت كذا وده عملت كذا. انت متخيل? حتى تعويجة الاطار بتتحكم فيها. وبعد كل هذا التفصيل بفضل الله رجاء انتبه. لانه يمكنك تفصيل الاطار كل جزء كما تحب. ويمكنك ايضا ضبطه مرة واحدة حسب الرغبة والاحتياج. واحنا كده خلصنا. الاطار بفضل الله. وبازن الله نبدأ المرة الجاية في اللون والخلفية. موضوع الاطار شايد جدا ومميم جدا. وياريت نركز معي. ياريت نركز مع الشرحة كله يا جماعة. لازم تبقى عارفين ان الرابط الرئيسي في الوصف. عشان اللي قول طب الاجزاء التانية فين? الخمس اجزاء اللي فاتوا فين? موجودين عندك فين? في الوصف. وزاكروا كويس. شير لايك سبسكرايب مساعدة الناس بفضل الله. وعايزين كده وحوش وابطال يعملون لنا مواقع ويسدوا وسط الشغل اللي مطلوب دلوقتي بفضل الله. واشوفكم على خير بازن الله. باشكركم لحسن استماعكم حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.